التغطية مستمرة من مقر مجلس النواب وهذه المتابعة للجلسة الإجرائية الأولى في دور الإعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني بمجلس النواب ويسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء الخاص سيادة النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنصيقية شباب الأحزاب وبالمناسبة هو معين بقرار جمهوري في البداية فإن مرحب بحضرتك جداً واسمح لي أن نبدأ من هذه الجلسة من الواضح أن هناك حرص شديد وإصرار شديد على الظهور بمظهر مشرف لمجلس النواب ومشرف بالطبع لمصر وسط هذه الإجراءات الاحترازية ووسط هذه الظروف الاستثنائية التي نمر بها كيف شاهدت جلسة اليوم؟ يعني زي ما حدرتك بتتكلم أن في حرص شديد جداً 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 على إظهار الجلسة بالشكل اللائك بعظمة تاريخ البرلمان المصري الحياة النيابية المصرية هي من أقدم الحياة النيابية في المنطقة وقد يكون فيها على مستوى العالم نرى اليوم مظهر حضاري وتاريخي وأيضاً في ظل جائحة ضربت كل دول العالم والشعوب ولكن الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الأمانة العامة لمجلس النواب بالحرص الشديد على أولاً على النواب الموجودين داخل القاعات الموظفين أساد الإعلاميين غيرهم بالإضافة للتوافق مع اللائحة والإجراءات القانونية وزي ما حدرتك شايف هناك تباعد اجتماعي حرص على الارتداء الكمامة يمكن كانت من الملف الموجود ومقدم للجميع أيضاً خروج المشهد بهذه السلاسة في تجرى الآن انتخابات رئيس أو فرز أصوات بطاقات الإطراع لانتخاب رئيس المجلس بيسر شديد تم المعينين والقائمة بالانتخاب ومر صندوق على الجميع وتم بعدها دخول السادة النواب عن المقاعد الفردية بالتصويت ويجلس وانتظار النتيجة التي ستعلن وانتخاب الوكيلين ثم يقوم القوائم والمعينين بالدخول لاستكمال انتخاب الوكيلين وأعلان النتيجة وتسليم إدارة الجلسة لقيادة هيئة المكتب الجديدة للبرلمان وجود حضرتك خلال الأسباع الماضية في مراسم استقبال النواب والعضاء الجدد بكل تأكيد يختلف تماما عن وجودك اليوم تحت قبة البرلمان وحضورك لهذه الجلسة الافتتاحية أو الجلسة الإجرائية الأولى في الفصل التشريعي الثاني وجودك لأول مرة تحت قبة البرلمان عايز أعرف إحساس حضرتك إيه مشاهدات حضرتك ملاحظات حضرتك هل كان فيه حاجة حضرتك مش متوقع أنك تشوفها أو تقابلها النهاردة وبالفعل خارج من القاعة الرئيسية فيه معلومة جديدة أو فيه استفادة يعني هو يمكن حضرتك الشعور يرجع للوراء قليلا منذ صدور القرار الجمهوري وتشرفت بالتسجيل مع هذه المنصة العظيمة قناة إكترا نيوز يعني كان قرار سعيد جدا بالنسبة لي يأتي في مناسبة جميلة هو عيد الميلاد المجيد تكليف كبير وثقة كبيرة من الكيادة السياسية في جيل الشباب وأنا واحد منهم أيضا في تنسيئة شباب الأحزاب والسياسيين التي أتشرب بالانتماء إليها أما شعوري اليوم في حضور هذه الجلسة الإجرائية في وسط هذا المبنى العريك بكل تفاصيله بحياته البرلمانية التي ترجع للقرن التاسع عشر ويمكن من قبل ذلك القرن السامن عشر لحظات تاريخية بالنسبة لي لحظات محفورة في الزاكرة ستبقى دائما وأبدا هذا اليوم يوم 12 يناير ويبدو أنه يوم سادي وحظ لأنه كل المناسبات السعيدة تأتي لي تباعا في هذا اليوم بكل تأكيد منذ الصباح الباكر بتجمع حضرتك مع عدد من النواب من مختلف الأحزاب مختلف الأطياف أحاديث وحوارات ماذا لمست مشاهداتك ورؤيتك لهذه الأحاديث التي تنمت بينكم؟ يعني في الحقيقة وبدون أدنى مجاملة هناك درجة كبيرة جدا من الوعي والثقافة البرلمانية من الحرص على التشريع وإضافة دور رقابي هام لخدمة الوطن والمواطنين يعني أكثر الملاحظات والمشاهدات من الزميلات الفضليات الموجودين في ضمن النجاحين سواء المقعد الفردية أو المعينين أو القائمة هو عدد تاريخي للمرأة المصرية 162 نائبة وكلهم على قدر المستوى وقدر كبير من المسئولية أيضا جيل الشباب يعني لك أن تعلم أننا في تنسئة شباب الأحزاب والسياسيين السادة الأعضاء الزملاء حرصوا على السير على الأقدام من مقر التنسئية القريب للمجلس والدخول سيرا على الأقدام ليس فيه تقليد جديد ولكن حرص وتأكيد رسالة الشباب الذي سيسعى بكل الطرق لخدمة وطنه ومواطنين شكرك شكرا جزيلا وبتمنى لك التوفيق شكرا لحضرتك يا فندم وشكرا لقناة إكستراجا شكرا جزيلا سيادة النائب عماد خليل كان معنا في هذا اللقاء الخاص الشكر موصول لحضرتكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة والتغطية مستمرة من هنا من مجلس النواب للجلسة الإجرائية الأولى في الفصل التشريعي الثاني